السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله املاح المعدنية هي موجودة في اللوز و القرقاع اكثر من جميع المصادر الاخرى فهذا القرقاع سيلاحظوا الناس عليه وكيقهم شوية انه لا يكدوش يأكلو ثلاثة الحبات والاربع دية القرقاع اصعيلها يعني لماذا كيقهم انه قوي وقليل اللي تعرف ان البروتينات ديال اللوز ان المستوى ديال البروتينات اللي كان في اللوز هو مستوى كيضاهي اللحوم يعني هذه اللوز مغدي جدا في اضط في البروتينات وفي حمض الاميغا ثلاثة يعني هذه الزيت دياله في حمض الاميغا ثلاثة وفي مكوين توكوفيرولات في حال فيتامين او وكذلك فيتامين باء اثنين وكان عرفوه ان باء اثنين وفيتامين خاص بالحيوان الريبوفلافين ما كيناش على النبات ولكن هو المصدر الاساسي في النبات كيبقى شوية افترساس ولكن اللوز كيمتاز فيتامين باء جوج وفيتامين باء اثنين هو اللي كي يقي القلب هو الوقاية ديال القلب هو الفيتامين باء اثنين جميع انواع اللوز فيها هاد المكونات اللي يختلف جميع جميع انواع اللوز انا كنتكلم على اللوز لا 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 انا كنتكلم على اللوز البلدي المغريدي ديال اكنول وديالسوس وديالافورات يعني انا كنتكلم على اللوز البلدي المغريدي أما اللوز الرومي حاجة أخرى اللوز المستورد ما كنتكلمش عليه أنا كنتكلم عن المواد الوطنية الطبيعية 100% ليس فيها تغيير وراتي وليس فيها تقنيات حديثة وليس فيها موبيدات وليس فيها أي شيء لأن اللوز الرومي الآن ولا مغير وراتيا خاص ناس يعرفوا هذه القادية فإحنا كنتكلموا على اللوز البلدي ديال المغرب كيكونوا فيه واحد جوجزة ثلاثة اللوزات مرين لا بأس لأن الجسم كيقبل حتى لتساعة اللوزات مرين في اليوم ولكن كتر من ساعة اللوزات صعيب لأن فيه واحد المكوين ديال الثيانير هو ليشوية توكسيك ثيانيد البوتاسيوم ولكن بجوجة الحبات ولا ثلاثة ديال اللوز الحار ما يضروش عليه حتى لساعة الحبات الثلاثة ولكننا ممكننا ما نتقبلوهاش ما نقدروش البلع ديالها ما نقدروش عليه نعم ولكن جيد لأن الله صحانه وتعالى جعل حكمة في جميع الأشياء المرة والأشياء الليس في الشوك فحسبتموا أننا خلقناك معبة وأنكم وإلينا لا ترجعوا نعم تحزموا أنخلقها عبت هذيك اللوزة الحارة هي الوحيدة اللي فيها فيتامين بـ 17 لاميجزالين وكي نحتفل اللوزة ديال مش ماش هي الوحيدة اللي فيها فيتامين بـ 17 ملاش مفيد هاذه فيتامين؟ هذة فيتامين ما معروفش بعد ما كيعرفوش إن الاميجزالين هي مداد لسرطان وفيتامين مداد لسرطان هذا الـ17 يعني جميع المكونات في الطبيعة الناس من اللي كيسمعونها تكلمنا على حاجات يمشيوا هاته يجتلوا يقوي دقوا ويأكلوا احنا كنت تكلمو على مستويات يعني ديال النصائح عامة ومعلومات عامة بش يعيشوا الناس مش بش يدواء و بش يدواء و بش يقالوا لابا الناس كيسمعوا معلومات ان فيتامين باء 17 موجودة في اللوز الحرمكة سلاح السرطان ربما يمشي ذير فضيحة نعم طبعا يعرفو هذه الناس ويجعل هذه المصائح ويجعلوا معها اخاذ كنت عن اولجيس ما يتقبلش كتر من تسعا ديال اللوزات حارية نعم نعم وانها هذه اللوزة المرة اولا هذه اللوزة المرة جيدة الى تانوا جوجت لتلتة الحبات وغيرا اعجم نعطئ المعلومات هذة مل طبعا مالذة اللوزة الحارة هاي اللي كييدرها في موجودة حارة ورميها أي حيطا ويأخذصوه يكولها خستة يدوز مع اللوز هذا هو اللي بغيت نقول فيتاونك تجوج علىه مهم جدا لأنه من قد RAM من المركب يدخل في Glutathenuroidryctase ستنقص من هذك مواد السامة كانوا يكون تركيز مستقر هذا الأنظيم هو المهم جدا وفيه اللوز طبعا الإخوان الأطباء يمنعوا على الناس اللي عندهم مشكلة الكيلية لأنه فيه بوتاسيوم لأنه فيه من مئتين وخمسين حتى تلتمية ميلي جرام ديال بوتاسيوم مستوى مرتفع ولذلك يمنعوا على الناس اللي باقي ما وصلوش للدياليز يعني يخص ناس هاد الناس اللي يخافوا من البوتاسيوم الناس اللي مازال عندهم قصور كلاوي ما وصلينش للدياليز ما لخصهم يمنعوه لحواج اللي يفعل بوتاسيوم من الفواكه الجافة من البعض القاطعين من البعض الخضار بحل الهندية بحل الأشياء هذه منوعة للناس اللي عندهم قصور كلاوي مشكل تام أولا فقط ممكن يخدمنا شوية يخدمنا شوية طبعا هنا يبقى قديد تركيز لأخذوا الشوية ما عندنا مشكلة ولكن هاد الفواكه الجافة ربما تكلموا على مزيان علاش باش تدخل كمكون غدائي أساسي يبقى الأطفال الصغار إذا كانوا اللوز جيد لماذا لأن اللوز هاد في حمض الأوميغا الزيت دياله في حمض الأوميغا 3 وفيها بعد الدهنيات بعد الحمضيات الدهنية اللي موجودت تقريبا نفسها في الزيت الزيتون واللي فيه بروتينات فيكاترا والأطفال خاصهم الأملاح المعدينية وفيتامينات والأملاح والازوت بروتينات باش يكون نمو ديال جسم دياله متكامل في إطار الحديث على الأطفال فدائي مركز قلنا معلومة بأنه بلص ما نعطوه لك الطفل البيسكويل غا يدي معاه نعطوه الفواكه الجفال لوزر والقرقاع من الأحسن لهم أكيد ومشي غري يدي معاه يعني الطفل فطور الأمهات يحاولوا يصعبوا لي امتالا مع الأسف الشديد الأمهات كي يجتهدوا في رمضان ما خصومش يجتهدوا في رمضان لأن رمضان ما خصوناس يأكلوه وما الناس يجتهدوا في رمضان كي يوجدوا سلوه وهو سلو خصوه يتكار خارج رمضان يعني عيلات كي بتحزمهم مزيان مع رمضان وما بالعكس في رمضان لما خصو العيلات قعني يعني هائيا يشقاو ولكن خصوهم يشقاو دابا خصو العيلات دابا يوجدوا هذه الأشياء هذه الأطفال لهم إلا كان سلو يأكلوه مع العشياء من اللي يجيوه من المدرسة ولا يأكلوه في الفطور الصباحي في طروب يأكلوه ملعقات ثلاثة صغار بياللوز مطحون بياللوز مطحون والقرقع مطحون طبعا مع هذه الأشياء يتوفيد الطيفل كتسخنوا لأن حمض الأوميغا 3 كيسخن الطيفل وكيحفز جميع الهورمونات والأنظيمات في الجزم يعني حتى النساء إلا كالوا الفواكه الجافة وحبسوا الكوليستيرول إلا حبسوا الدسم الحيواني وكتلوا الفواكه الجافة النساء غادي يكون الشعر ديالهم ما بقاش يتساقط يكون ناعم جيد يكون الأضافر ديالهم جيدة يكون البشرة ديالهم جيدة ويكون ذلك التوازن الماء داخل الجسم وخصوص على مستوى الجلد لأنه كين عيالات غادي يجف ليم هذك الجلد ديال لوجه ديالهم وغادي تسحب ليمرا من برة يعني غادي بقاو يشتريوه بعض الكريمهات أشياء من داخل أشياء جيئة من الدورة الدموية خاص الجسم يرمي سومهم عبر هذيك الجيل لأنك فتاحات صغيرة ديال الميكروبور ديال الجيل وخص طبعا كيشوفوا الناس الوجه ديالهم اللي بغسلوه إلا تملسوه كيلقاهوه ملس علاش ملس لأن الأملاح المعدينية مثل البوتاسيوم السوديوم هذيك الأملاح اللي كتخرج كتتراكم على الجيل هي اللي كتحل الصابون كتبلي ملسا وإلا بقاعت إلا بقاعت ما غسلوش الناس وجههم ربعات المرات وخمسة وستة وسبعة في اليوم إلا بقاعت كتحرق الجيل كتحرق الوجه هذي كما لذلك الأحسن طريقة مثلا دبا الكوسميتيك ديالوجه هو العيلات يغسلوه بالمدى في عشرة وخمسة وعشرين مرة في اليوم فقط حتى في العمل تبدي معها قرعة ديال الموت ووصل وجهها في العمل مرتين وثلاثة مليك تكون في العمل نعم ألا كنت تكلمو دكتور الفيد على الفواكه جفة كما تقولون اللوزو القرقاء والتمر والشريحة ولكن هناك فواكه جفة أخرى لا ما كانش فواكه جفة كان فواكه مجسفة أنا كان عرف النفائح ديالي كتكون مدققة لا نتكلمش عن المشماش مجسفة نعم لا ما شكتش فادلتيجا أنا بويت نظر على اللاكاجو وعلى اللا ما كانش نعم لا ما كانش بزا في المغرب لا كاجو مش فاكهة مغربية بيستاش ولكن دخلات بصباح الستيلاك دياله يعني متقدم فالمغرب نعم هذا حينر وليكن يدب Whis logriya هو سيد الفواتين نعم الأمر ويدنه في المغرب وال tahni القرقاع البلدي اللي كان في المغرب continue في المغرب ما كانش في العالم القرقاع البلدي كان خاص بالمغرب كان لينوه ذا هذا كل القرقاع الطويل واللكن في كارف الأ прич Vent من المغرب هاد� القرقاع خاص بالمغرب تم grow FL تذكر ايضا كان بعض المراهقين كيتخوفوا من اكل اللوز كيقولك انه فيه الزيوت كيسبب لهم البوتور في الوجهة ديالهم لا عاية هو نعم وكيقاد الهرمونات بالعكس ولكن عندهم حب شباب جيد حب شباب علامة جيدة خاصة ناس يعرفوا هذه القضية نعم والناس كيخافوا من حب شباب وحب شباب جيد يعني على ان هناك تساعل هرموني عند الطفل وهذا التساعل هرموني هو عادي وطبيعي وخاصة يكون في حب العمور اذا وشهد المراهقين كلوز ولو انه كاملوا الحبوب ولو لا ما كانش مشكلة خاصوية كلوز مش هي وشي يكلوز خاصوية كلوز وهذه هي المشكلة اللي تكلمت عنه دارح وكان بعض النصائح الحال يخلو الناس وكان بعض النصائح الحال يخلو الناس تالفين ما بقوش يعرفو الناس اشنو يديرو اخذ الناس كان قولي ما يعيشوا عيشتهم المغربية فقط متصمتو تل واحد المغاربة كانوا كيكلوا الفوكيات جافة مرة في الأسبوع ومرتين كانوا كيستروبان على الصباح كانوا كيكلوا البيض البلدي مصلوق البيض البلدي يأكلوا اللي يبغوا يأكلوا حتى خمسة فلناط البيض البلدي كانت كلمت يعني الناس مقوش يتخلعوهم من نصائح اخرى اللي جاية من الانترنت لان المجتمع دينا خصو الباحثين ديولو اللي بيحتوا في التراب ديالو اللي فتحو داروا البحث على المواد الغدائية المغربية العريقة حل سمن بحل الخليع بحل بركوك حل مسائل اللي كي يأكلوا المغاربة أما ناخدوا واحد المعلومة مستقات من الانترنت ونقوله الناس كلوا البروكولي هدا كذيب هذي ليست نصحة هذي كذيب على الناس البروكولي ما كيتكالش في المغرب وكان عارفوا بأن الخبزاج هد من البروكولي خمسات المرات غير باش نعطو أمثلة هاد الفواكيات جافة تكلمنا اليوم عن اللوز بحال الناس مثلا اللي يعجم أمراض القلب والشرايل حالثم يفطرو باللوز ولا بطررو زيتون مع الخبز والنخالة يفطقين أشياء كاتدة حيقة بعض الناس كبلك صغل ناكل ملكة حيو الأحم Luز زياد لناس اللي عندهم السكاري واللوز زياد لناس اللي عندهم حتى النقص طاقة اللوز غير لناس اللي عندهم هورمونات شوية ملاخبطة فيها خلل واللوز كيما قedesياد الطافل ولما خصول الآن حمض الأوميغا 3 مع الفيتامين فالفيتامين بقتين وعقل للغلب. ومع الاملاح كتسوي التوازن المائي في الجسم. لشيبقى الجسم يعني في توازن. وهذا يعني هذا اللوز. لكن بعض الناس كيبغوا يسلقوه كيبغوا يخبروه بيه كيبغوا يلاتكال تازج حسن. ولكن حتى إلا مثلا بغوا يخبروه بيه مثلا يسلقوه لاش. هذا ما كتبشيش الفوائد دياله. إلا الفيتامين بقتين. كيف يسلقوه ونقعه ونقليه في الزيت. الفيتامين بقتين حساس جدا للحرارة وللضوء. هذا الريبوفلاثين. فهذا الاملاح يتكلمنا البارح للكالسيوم والمانيزيوم والبوتاسيوم وأن سبحان الله هو اللوز مفيش كالسيوم بكثرة. مفيش تقريبا يعني كينة قليلة جدا. ولا فيه المانغانيزو لكن فيه المانغانيزو المانيزيوم والفوسفور. زيادة على البوتاسيوم اللي اذكرت. ومادة الفوسفور هي مادة الفواكيد الجافة. الفوسفور موجود في الفواكيد الجافة بتركيز مرتفع. في القرقاع وفي اللوز. نعطي معلومات متكاملة حول اللوز باش نوريوا الأهمية دياله باش ماشي غير نمروا عليه هكذا. وهذا الفوسفور يعني هو كما قلت البارح كيمشي مع الكالسيوم. الفوسفور كيمشي مع الكالسيوم. يعني اللي كيكون الفوسفور الكالسيوم كيكتلقهو الحديد هاد تلاتة هادو. عاد كتكون صلبة العظام وكيكون الأسنان جيدة وكيكون يعني الأشياء داخل الجسم. يعني عبارة. اذا عبوما ما كينش ناس اللي منوع عليهم تناول فواكيد الجافة من غير الناس اللي. عندهم شوية قصور كلاوي. قصور كلاوي. عندهم مشكلة ديالكالية هما اللي يعني ما يكتلوش من اللوز. اما اللوز يعني كما بالعكس حتى الناس اللي عندهم سرطان خصو ما يأكلوا اللوز. نعم. بالله كين حالة خاصة اخرى يعني هادي مشي خاصة وحعراضية. هذا مرض طبع الطبيب غادي يكون يعني مرين لناس هاد شيء. هو الناس اللي عندهم الحساسية. نعم. ناس اللي عندهم الحساسية ما الاحسن ما ياخدوش المكسيرات. مهم. ما ياخدوش اللوز والقرجاء. هادو الليناتس. هادو كيكون الأليرجينات. اللي كيزيدو يشعلو شوية الحساسية. والنساء يردو البال اطفال. الان كيف ذكرنا دكتور في البداية فاحنا كنتكلموا على نرماط عيش اللي هو متوازين. ماشي على علاجات. وطبعا اللي عنده اي مراد را كيكون نمتبع مع الطبيب دياله. وكيمنع عليه الأشياء اللي ما كيخصوش يكون. والنساء يردو البال. حي تبع المراد كيكون طيف الباقي ما دارش. مع الخوش. طيبي. علنساء يردو البال. أطفال اللي عندهم الحساسية ونيفهم كيف يسيلو. وما ديكي فكوه ده حاجة. اللي عندهم حساسية. يردو البال. مش يكون شي. كيلي وخاه ده حساسية كيكل لوز. غير يردو النساء يردو البال. أطفال ديالهم. من اللي يكلو حاجة فياللوز. نف امريكا مثلا. في امريكا. كانوا حذ القانون قوي جدا. قانون يعني قاسح عزة. يعني قوي. هاد القانون هو كيمنع على الصناع الناس اللي عندهم الحساسية لانا الامريكين عندهم احد نسبة طالة على هذه الحساسية لللوز ننتمنى ان شاء الله المعلومات تكون وصلت دائما الوقت كذا منها دكتور للأسف اشكرك جزيلا شكر دكتور محمد الفيض